ويمكن لو أنا حبيت أحاول أضع يعني عنوان ما للحلقة فممكن بيبقى تحديات وفرص في المنطقة وهنا هرجع على مسألة العلاقات الصينية الروسية مع المنطقة وأنهم بيبدلوا جهد حقيقي في الاستثمار في هذه العلاقات في حين أن أمريكا وكأنها تخلق تباعد أو لازالت بعيدة بسبب الأسباب اللي حضرتك سبق وذكرتها لنا متعلقة بأنه خلاص لم تعود المنطقة بنفس ذات الأهمية هل واشنطن مش الآن من هذه التقاربات اللي بتحصل ما بين بكين والمنطقة وموسكو والمنطقة؟ الآن بدون شك الآن وحدد لك يعني رد بمعلومات يعني موثق شفتها بنفسي واسمها تهم من أمريكان ومن طرف ألسيني الأمريكان اتصلوا مش بس بينا كماصر بدول خليجية يعني احنا غاتم أمريكاني كانت كويسة ولازالت كويسة اللي بتطول عمرها فيها أبسن داون فيها توتر من الحين والآخر الخليج العربي أغلبه كان مؤيد للغرب وغرب كان معتمد على الطاقة من الخليج العربي النهاردة أكبر مستثمر في الخليج الصين تبادل التجاري بين الخليج والعالم أكبر شريك الصين الحاجة الوحيد اللي بتنفسهم أوروبا كالتحاد أوروبي كالتحاد لما كدول حتى أمريكا مرة واحدة إلى الدول اللي هي كانت علاقة يعني قوية جداً مع أمريكا أمنياً ومقتصادياً و يعني الخطاء الأمني الأمريكي كان هو اللي بيحمي الخليج في مرحلة الماء بقوا بيبصوا للصين فالأمريكان لحظوا فبقى بتسلوا إيه ليه طيب مش هعيزني أبص السفلسين ليه إنت أمريكا وده كان على إيدي أنا رئيس الأمريكي هو اللي قال أنا حبص للأسيا لو إنت حبص للأسيا أنا حبص للأسيا ليه إش مال إنت تبص للأسيا عشان شايف فيها مصلحة وأنا مبصش للأسيا وما عندهمش رد قاطع لأنه مفيش رد منطقي الصين لن توفر الغطاء الأمني اللي كان توفره أمريكا في الماضي لأنه مش عايز تلعب الدور ده صحيح إنما لها ثقل اقتصادي قوي جدا وثقل اقتصادي ده حيرتبط بثقل سياسي إنت هتتوسع اقتصاديا أسواق والطاقة والآخرة مهما كان مهما تقول إننا مش حنتشر سياسيا من أنت عايز تحمل الاستثمارات دي فحتعمل علاقات مع أطراف في الدول دي بعد شوية هتلاقي إنه طيب عايزين نبني على شبكة الاتصالات اللي موجودة شبكة إضافية هتخش بقى فيها طيب شبكة إضافية دي عايزة بقى ترتبات أمنية طوام أو عايزة ورد تقنوي دخلنا في مجال آخر حتى التسليح أنا شخصيا وانا وزيخ خرجي في التلتاشة ربعتاشة قلت الأمريكان أنا هروح بروسيا و هروح للصين و إلي مش هتوفروه هروح هجيبه من هناك استقبلوا ده جزي يعني هم عارفيني دماغ ناشف لإنه كنت سفير في واشتر و تعتادوا على الكلام إنما في نفس الوقت حتستغرب ردهم كان طب بس إيه ما ترفعش النبرة قوي ما قالش لا لأنه عايف نحامل يعني هم في الحالة ما أخروا التسليم بعض الأسلحة فقلت لهم بصوا إنتي تخانوا معايا أنا سهل أنا مدني يعني ناخدوا ندي و كده إنما تيجي تتخانق على المصلحة استراتيجية أنا أبقل هلك هوا هجيبنا غيرك فطلبهم قالوا بس إيه ده بس إيه ما تزودهاش قوي و رحت جبت من دول تانية و هم برضو بعد كسرعوا